موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم القطع دي النقل السياحي ما قادش نقوله تجاوز الازمة دي الكوفيد وإنما الازمة عاد بدات لأن اليوم عاد بنا نحرك الأسطول دي الناليوم بنا نستأنف العمل دي الناليوم بنا نشوف الزبناء دي الناليوم بنا ننقلب لزبناء جدد يعني فعلا كنا بوادر دي الانتعاشة إن شاء الله الرحمن الرحيم مرتقبة خصوصا في الموسيق السياحي المقبل يعني نهاية شهر مارس وأفريل ماي لما قادش يكون في حل المواسم الأخرى لأنه يكون إن شاء الله الرحمن الرحيم شهر رمضان المبارك يعني كتقل فيه شوية الحركية ولكن إحنا كنستهدو باش نكونوا في الموعيد باش نباشروا العمل دينا غير ما نقولوش بأن القطاع تجاوز الأزمة القطاع باش يتجاوز الأزمة خصو أكتر من سنتين ثلاث سنوات على الأقل وتكون الواتيرة السياحية يعني السوق السياحية منتعيشة لأن اليوم شركة فقدت الأسطول ديالها شركة فقدت العمال ديالها بعض الشركة فقدت الزبناء ديالها بعض العربات فهذا الأسطول يعني تجاوزت العمر المسموح به يعني العمل به لأنها تنخدمه بالعربات أقل من 12 سنة فقط ممكنش نخدمه بها أكتر سوق السيارات الأتمينة والتمرتفعة يعني كان مشاكل ولكن الحمد لله كان بوادر ديالانفراج وغادي نحاول إن شاء الله نجاوزها قريبا الإفلاس داخل قطاع النقل السياحي هو يعني مش ذك الإفلاس للإغلاق الشركة مباشرة وهي أنه اليوم كان شركات عجزات على استئناف العمال ديالها يعني عندها عربة مطالبة بالحجز يعني بالاسترجاع رغم أنه كان بروتوكول لدارته الحكومة وشرفته له وزارة السياحة وبنك المغرب وزارة المالية المجموعة المهنية للأبناء كالجمعية المهنية لشركة تموي الكون فيدرالية الوطنية السياحة الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي يعني كان واحد للبروتوكول للأسف ما تنزلش التنزيل السليم لو تنزل هذا كالبروتوكول التنزيل السليم وتم يعني جميع الشركات اللي كانت عندها مزيانة قبل كوفيد كلها تمكنت باش تدير تأجيل المديونية ديالها هات الشركة غادي نشوفها اليوم مكتعانيش ولكن اليوم يعني على وشك الإغلاق لأننا احنا درنا بيانات فهد الباب درنا لقاءات مع الجهات المسؤولة من أجل يلي حتى هات شركة تمويل على تأجيل جميع الميلفات ديال المديونية لانما شي شي ميلف زمال اللي كبير وغادي يخلع هذا لزورغانيزم اللي كانوا شركات ديالنا ولكن هاد بعض الشركة تمويل ولا ديال تأجير ما كانوش في الموعد للاسف واليوم كيكونوا حد العدد كبير ديال الشركات يعني مرغم يعني بشي الإغلاق وقينها بعض الشركات اللي فعلا نغلقات الأبواب ديالها ماهناش أرقام حقيقية ولكن يعني كنا نسبة كبيرة من هذه الشركات كتواجه صعوبة لهم في العودة للقطع وزارة السياحة يعني حقيقة أن كان تم إغلاق باب الحوار منذ منذ سابعة دو جنبير 2021 وتستأنف يعني في بداية السنة الجارية أتمحور على واحد جوج نقاض وهو يعني التنزيل السليم ديال هذاك القرار اللي القرار يعني ديال تأجيل المديونية وتمحور على يعني محاربة بعض المظاهر ديال العشوائية وكذلك يعني توفير أماكن ديال العمل داخل المطارات المهنية ديال النقل السياحي ومؤخرا يعني حضروا معنا لمؤتمر الوطني الثاني ديال النقل السياحي اللي كان في نهاية الأسبوع الماضي أو عفوا بداية الأسبوع الماضي الحمد لله الأمور اليوم يعني الإدارة منفتحة على الحوار ولكن الإشكال كين هو في تنزيل يعني تنزيل القرارات ولي فيه دائما وحد البعض وفيه دائما كيأخذ مدى ودو اللي تيجعل بعض القرارات يعني كتنسى مع الوقت هو حقيقة كين تخوف كبير لدى المستثمرين ديال داخل هذا القطع فما بالو كان ناس اللي يعني غاد يولجوا يستثمروا في هذا القطع هذا أنا كننظر على المستثمرين اللي غا يدخلوا غا يستثمروا غا يخدموا يعني واحد العدد كبير ديال ليد العميلة ماشي فقط المستثمرين اللي كيدخلوا يتخبوا داخل هذا القطع هذا لأن المستثمرين اليوم نوعا كين النوع اللي كيدخلوا كيستثمروا وتيخداموا وتيأدي الضرائب ديال وتيكون إضافة أساس إضافة ودعام هذا القطع وكين الناس اللي كيستثمروا فيه فقط يعني تقوموا ببعض مظاهر ديال العشوائية اللي كتزيد كتتغرق هذا القطع هذا وكتردو الوراء في ديراليا اليوم يعني عندها عدة مطالب منها يعني التكوين والتأطير ديال هاد المهنيين هذا لا المسيرين ديال الشركات ولا في الجانب ديال الموارد البشرية ديال هذا القطع هذا لأن التكوين والتأطير هم اللي ربما اليوم غادي يقدروا يساعدون لبناء هاد الشركات من جديد وعلى يعني باش تكون مساهمة يعني في التنمية ديال البلاد ديالنا وتكون دعامة أساسية كين إشكالات أخرى يعني اليوم كنعرفو أنه 65 ولا 60 في المية تقريبا ديال الأسطول ديالنا ممول من طرف الشركات لا شركة تمويل ولا شركات الإيجار لي ولكن هاد الصيغة القديمة ربما اليوم صعيب باش نرجع لها لأن كانت عقود ملغمة كان واحد المجموعة ديالنا عمرهم تعرفو على العقود أشن اللي فيها الطريقة ديال استرجاع ديال السيارات يعني المهينة وببعض المرات تكون أمام الفناديق وفي المرائب وأمام عفوا في المطار هذه مسائل اليوم ما خصش تبقى تكون يعني أي زابون يعني ديال البلاد هو بالنسبة ضيف ديال المهنيين ديال هاد القطاع هذا خاص يكون دائم لهاد القطاع دفتار تحمل اليوم خاص يدوز التقنية وتشريع خاص يكون يعني مدونة تستير تحترم بعض الفوصول ديالها خاص تحترم يعني المهنيين ديال هاد القطاع لأن عنده خصوصية السائق ديال لانك يكون عنده يعني واحد البروغرام باش تيخدم ماشي في حل السائق ديال شاحنة ولا السائق ديال العربة ولا ديال سيارة الأجرة ولا يعني كيكون عنده عن تخارج ولكن احنا كيكون عندنا بروغرام يعني تم تسويق دياله وتين احنا السائقين ديالنا كينزلوا هذا البروغرام هذا خصوصا في ساعات السياقة والراحة إذن شحويجات اليوم خاصة إعادة النظر كين مشكل ديال ديال المرائب تهو كين مشكل ديال الدريبة وهذا إشكال كبير غدي يواجه الشركات في السنوات القادمة لأن تم تأجيل يعني هذو الدرائب ديالهم وإلا كانت فيها فوائد وإلا غدا تتراكم مع درائب وحدة أخرى إذن هي يكين إشكالات كبيرة كانت منه يعني اتخاذ بعيد الاعتبار وتنعود اليوم تنأكد بأنه أبواب الحوار والتي مفتوحة ولكن كيف قلت سابقا خاصة تنزيل يعني ما فائدة يكون واحد المجموعة ديال الاجتماعات بدون تنزيل كان إشكال واحد آخر اللي كان يعنيه منه وهو بعض أنماط النقل الأخرى اللي كان ترام على القطاع ديال النقل السياحي اللي كان نقوله نقل سياحي يعني نرى الاسم بين نقل ديال السياح اللي احنا تابعي للطاير ديال 63 للنقل الجماعي للأشخاص يعني احنا تنهز الأشخاص يعني سياح يعني سياح لداخل ولا خارج إذن اليوم كانت تعرض بعض سيارات ديالنا كانت تعرض للحجز بتهمة النقل سري إذن هذي مقاربة غريبة وللأسف تلقى فقط في مدينة الدار البيضاء رسلنا سيد ولي الأمن ولي الجهة في مدينة الدار البيضاء للتدخل ويعني ويعطاء التعليمات دياله للاحترام يعني هذا القطاع هذا والمهنيين ديال هذا القطاع لأنه يمكن تخوف لدى المهنيين يعني يعني باش نرسله السائقين ديالنا للمدينة الدار البيضاء هذي مخصوش يكون هذي المسائل هذه والمحاضر التي يتم تحريرها يعني بعد يعني مراكز الأمن التي تمشي كتبقى حبيسة هذي المراكز ويعني هذي المسائل هذي مخصوش تكون إحنا مهنيين وسائقين ديال أنماط النقل أخرتهم يعني مهنيين سياحة للجميع ولكن كين قوانين في هذه البلاد يتم خاصية يتم احترامها من طرف الجامعة كين إشكال آخر يعني في سياحة الداخلية سياحة الداخلية ما تي ما تي ما تي ستفتش منها النقل السياحي لأن كي ترام عليها واحد المجموعة ديال أنماط النقل وتتم تسويق ديال على صفحات ديال العالم الأزراق أو مواقع التواصل الاجتماعي عفوا إذن مش هذه السياحة الداخلية اللي بغينا تكون سياحة الداخلية يعني ثقافية تربوية توعوية يعني تكون كتتماشى مع القدرة الشرائية المواطن المغربي كيكون فيها منتوج يعني وشارك فيها المرشيد يشارك فيها صاحب الشركة ديال الأصفر يشارك فيها نقل سياحي التخصص لها بعض الفنادق لأن اليوم وشفنا يعني في الصيف يعني الأتمينة كتكون كبيرة بالزاف على القدرة الشرائية ديال أي مواطن المغربي اليوم البلاد خاص يمشي وليا نزل يولا يعني قبل ما يزور على ناس وحدين أخرين لأن بلادنا يعني مضيعة فع بلادنا يعني خصوصا يعني الشباب وعلى يعني فيها ما هو تقافي أكتر ما هو ترويجي ويعني إذن هذه المسائلة هدية التي تنطالب بها وكانت خدث أحد الحي الزمني كبير في اللقاء جلنا مع السيدة وزيرة السياحة ونتمنى وإن شاء الله رحمة الرحيم تكون يبقى الباب الحوار مفتوح وترجع اتقاع المستثمرين داخل هذا القطاع شكرا ترجمة نانسي قنقر